اشتركوا في القناة اول اشي احنا حلقتنا بتتقسم لثلاث اقسم القسم الاول اللي هو هذا اللي احنا موجودين فيه اللي هو ثلث الاول هاد موجود في كل الفيديوهات لكل الابراج لكل شيء لانه هاي مقدمة بتشمل كل شيء عشان ما ظلش اعيد في نفس الحكي في كل حلقة لكل برج فباخذ الجزء هاد بنجله انا بحطه في كل التوقعات اول شيء اللي احنا منحب نحكي اذا انت حب ما بدك تسمع الابراج الكواكب الموجودة والزوايا والتأثيرات والتنقلات ما تسمع المقدمة الاولى ولا المقدمة الثانية اروح على الثلث الاخير واسمع التوقعات الاسبوعية لحالها وتفي بالغرض بحاول انا ادمج لك اياها بشكل مبسط هيك يعني وبشكل سلس وبحاول اجيب لك كل اشي العلاقة بتأثيرات الكواكب والزوايا احط لك اياها في التوقعات الاسبوعية فاروح على التوقعات الاسبوعية واسمعها اللي بحب يسمع معلومات عشان يتقف وعشان يفهم كيف علم الفلك وكيف منشتغل وكيف التأثيرات او شو سبب التأثيرات اللي بتصير عليه طولة الفترة هاي بقدر يتابع اللي هو الجزء الثاني اللي احنا بنحكي فيه عنه عن الكواكب وين موجودة في اي بيت لاله كل بيت هذا ايش التأثيرات اللي بسويها عليه ان كان ايجابية او سلبية بالنسبة للتوقعات انا ما بجامل فيها يعني اللي بنتظر انه هو بدي يسمع اشياء ايجابية فقط لا غير وامدح له او رجي الدنيا البحر الطحيني واخلي يعيش انه يعني كل كنوز الارض وكل الارباح وكل العاطف وكل الدنيا طبعا هذا الاشي مش رح تجده عندي اذا برجك بحكي هذا الاشي رح احكيه لك ايا اذا بحكي عقص هذا الاشي رح احكيه لك ايا لانه انا بالنسبة للي لا بجاملك ولا رح اجاملك ولا مستعد اني انا اجاملك لاني انا بدي اعطيك اشي انت تستفيد منه يكوني حاكي الواقع تبعك او الوضع تبعك فعشان هيك اذا انت مش عاجبك عادي جدا اطفل فيديو واطلع منه مش اني يعني انا بتعالى عليك او انا بدي اسمعك حكي او يعني متجمل عليك لا على اساس انك انت ما تضيع وقتك وفي نفس اللحظة ما تنزل في الاخر يعني انه ما فهمت اشي وما عجبتك الموضوع او ما عجبتك الطريقة روح ابحث في قنوات في اشخاص ممكن بوصلوه لك المعلومة احسن مني انا الاشخاص اللي متابعيني واللي بعرفوا الاسلوب بتاعي بعرفوا انه انا بالتوقعات اليومية انا بعطيك 12 توقع او 12 بيت بشرح لك كل الاوضاع الحياتية تبعتك طول اليوم وكل الاحتمالات اللي ممكن انت تئما تستفيد منها او انك تكسبها او تحتاط منها عشان برضو المسألة الاخيرة اللي هي الطالع اللي هي المشكلة الاساسية لكل واحد بيجي بيسأل بيقول لي انت بتحكي عن البرج ولا عن الطالع شو الفرق بين البرج والطالع لما انا بحكي توقعات هي هي اذا بدي احكي عن البرج بدي احكي توقعات ولما بدي احكي اذا انت طالعك مثلا لنفترض جدي وطالعك لنفترض انه جوزة مثلا واجيت انا بدي احكي بدي احكي برج الجديد وبدأ احكي الجوزة فانا هيك حكيت البرج وحكيت البرج ولكن انت بالنسبة للك البرج الثاني هذا صار طالعك فعشان هيك بتروح بتسمعه اذا انت حابب تسمعه الان اللي ما بيعرف طالعه ما يكتب عشان انا اطلع له طالعه لانه استخراج الطالع يعني انا في عندي مهام مش سهل اني انا اقعد استخرج الطالع لكل واحد في اشخاص على القناة يعني اعضاء موجودين هدولا بساعدوا بعد مرات لاستخراج الطالع انا عشان اسهل عليك المعلومة في صندوق الوصف انا حاط لك رابطين رابط بشرح لك موقع وديك على موقع عشان تستخرج منه طالعك ورابط بشرح لك كيف تستخدم الموقع هات اذا انت ما بتعرف لا هاي ولا هاي حاط لك رابط في جدول بتقدر من خلال الجدول تاخد لاقرب منزل الى الطالع تبعك وصفات الطالع موجودة برضو بتقدر انت تسمعها وتتأكد انه هذا بنطبق عليك ولا ما بنطبق عليك خلينا عشان ما نطيل المعلومات خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية اول اشي عشان نحكي عن وضع الكواكب برج القوس طبعا الشمس وعطارد كانوا يتراجعوا في البيت الثامن بما انهم كانوا يتراجعوا في البيت الثامن فكانت معظم المشاكل او معظم الخلافات اللي كانت كلها مالية مشتركة اما انها تعطلت بعض المسائل المالية او انه خرب عليك موضوع الوعلاقة بقرض او تأجل موضوع الوعلاقة بالدين او بتحاول تدور عن حل بعض المسائل المالية ما بتجد داعم لا اليك يعني بتظهر بعض الخلافات على المستوى المالي اللي هي الفترة الماضية ولكن من الان عطارد رجع للحركة الامامية بدعمك على هاي المسألة بشكل قوي جدا ممكن تجد حلول او مساعدات او داعم بالفترة هاي او تتحرك لحل بعض الازمات المالية اللي الها علاقة بالاموال المشتركة زي ديون بنوك ضريبة تأمين الشمس رح تنتقل للبيت التاسع لا اليك يعني رح تكون في برج حليف لا اليك ابتداء من يوم الاربعاء فعشان هيك الامور رح تتغير باتجاه يعني كأنه 180 درجة لصالحك بالفترة القادمة على امور الاتصالات والحوارات والسفر ومواضيع الها علاقة بدراسة او دراسة لغة او بحث او دورات او حتى على الاوراق القانونية والمعاملات كلها هاي الفترة بكون فيها ايجابيات قوية وبتدعمك بقوة اما بالنسبة للزهرة اللي موجودة في بيت الشراكة فهاي بتدعمك على مستوى الشراكة المالية والعاطفية وبتدعمك على بعض الاوراق والمعاملات القانونية او على قضية معينة فممكن الفترة هاي تعزز بعض الامور اللي الها علاقة بالشراكة اللي بتيجي شراكة مالية او عاطفية يعني ما بين الازواج والمسائل القانونية بتكون لمصلحتك بالفترة هاي اما بالنسبة للمريخ طبعا موجود في البيت الخامس وهو اللي بيسبب بعض الخلافات او يعني سوء التفاهم او الحدية بالطباع ما بينك وبين الاحبة او خلافات بتظهر ما بينك وبين الاحبة او مشاكل بتتعلق بالاحبة اللي هو الحبيب كحب عاطفي وبين بينك وبين الابناء او ما بينك وبين احد افراد العائلة اللي هم زي الوالدين اما بالنسبة لبرجك او برج الجدي تحديدا يعني بيكون عندك انت هذا بيتك الثاني وبما ان المشتري وبلوت وزحل بتراجعوا فهو احدث مشاكل او بيحدث مشاكل على مستوى الامور اللي الها علاقة بالاموال فبتتراكم عندك الديون او الالتزامات او الدفعات حتى تصل لمرحلة انه انت ما بتعرف تتصرف او تصل لمرحلة مربكة جدا او قلق عالي جدا على الوضع المالي طبعا هذا كله بسبب هاي الكواكب اما بالنسبة لنبتون طبعا نبتون في البيت الرابع فبتراجع فهو بيحدث خلافات على مستوى العائلة وافراد العائلة ومشاكل اللي لها علاقة بالبيوت او بالعقارات او مشاكل بتظهر بشكل مفاجئ لها علاقة ببعض التطورات اللي لها مسائل عقارية او عائلية اما بالنسبة لأورانوس فهو بيحدث مفاجئات يعني ما بين يا ايجابية يا سلبي ما في حل وسط على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فيا بتكون الامور ايجابية يا بتكون الامور سلبية على هذا المستوى ولكن الاغلب لسبب التراجع او بسبب انه جاهزيته لفترة التراجع اللي هي الفترة القادمة والزوايا السلبية اللي شكلها فهي كانت كلها على مكان الو علاقة بالصحة اكثر من العمل خلينا نروع على توقعات الاسبوعية ونشوف ايش القمر باعطيكو خلال فترة هذا الاسبوع من صباح اليوم الخميس وحتى عصر يوم السبت القمر موجود بالجوزاء فعشان يكبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل او العاطفة هاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسئوليات ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال بالفترة هاي عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات من عصر يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالسرطان فعشان هيك بتنهمكو في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض الفترة هاي بدك تتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع لإعادة بعض الأمور إلى نصبها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات وما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج موضوع مالي أو إداري من مساء يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الأربعاء على الخميس القمر بصير موجود بالأسد فعشان هيك بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لإنفراج وتسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة الفترة هاي حيوية ومتحمس لمتابعة المساعي بتكون فيها وعندك القدرة على التواصل مع المحيط من منتصف ليل يوم الأربعاء على الخميس حتى فجر يوم السبت بصير القمر موجود بالعذراء بوسعكم المحافظة على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل للفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل أهمش أنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على العمل يعني عمل واحد يكون مش أكثر من عمل مع بعض قبل الانتقال للعمل الثاني ونظم أعمالك عشان تنجزها بالكامل يعني عشان أوضحها مرة ثانية إنه بدك تركز على كل عمل على حدة بس تنهي تنجل على العمل اللي بعده هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر